أكتر راجل في حياتك سببلك مشاكل بارتباطك به محدش سببلي مشاكل لأنه أنا بعرف إمتى أعمل كت زي المخرج الشاطر ده يعني أنت لو وصلتي في علاقة فيها مشاكل أنت اللي بتعملي الكت أنت اللي بتقضي قراره بتقضي على العلاقة بسمحش أساساً أن يحصل يعني مشاكل كبيرة يعني أول ما حس إن فيه عدم تفاهم بالمعروف بخش جوازاتك كلها جوازي كنتي السبب في نهاية المزيجات كلها يعني عدم الاستقرار من عندك لا بالتأكيد لا بالتأكيد لا بس أنا لو ملقتش أنا متسرعة وأعترف أني متسرعة يعني مرات أتسرع في أني أحكم على حد ما درستوش كويس لازم كنت أخد وقتي أن أنا فهم أدرس اللي قدامي مين اللي كان بيأخد قرار الانفصال أنت ولا الزوج أنا أنا تعالين شوف الخبر الجاي يلا سمية الخشاب نجمة الزيجات السرية إيه رأيك في اللقب ده؟ ما هي لو كانت سرية طب عارفه إزاي أنها زيجات يعني أنت فهمة لو سرية خلاص ما أنا عمري ما تجوزت عارفه إزاي بس أنت عمرك ما قلت على اسم حد تجوزتي لا بالعكس كنت بقول كل حاجة بس أنا يعني لازم كمان الناس ستفهم أنه فيه ناس ما بتحبش تبقى على الشاشة أو تظهر للـ عندوقتي أنا متجوزة فنان لا أنت أول مرة تعاليني جوازك وتقولي أنا متجوزة من فلاني لفلاني لا إزاي لا لا كنت بقول بس في حدود عائلتي وأسرتي وأصحابي وجراني وده إشهار وأعلان لكن إني أطلع على الصفحات وأقول وعى السوشيال ميديا وعى التلفزيون وجنبولك فيه ناس ما بتحبش من الأزواج لازم تحترمي أه لازم تحترمي حرية الناس طب ما يمكن عشان كده قالوا زواج سري يمكن هما حرين يسموه زي ما يسموه مش فارق معي بس هي فكرة أنه احترمي رغبة الإنسان اللي قدامك يعني فيه ناس ما تحبش تطلع صورها على الجرية فيه ناس ما تحبش الشهرة وفيه ناس بيبقوا معادي بالنسبة لهم هما كلهم من خارج الوسط الفني عشان كده ما كنوش عايزين يزهاره فيه ناس بيبقوا معادي رغبة الإنسان بس إنك متجاوزة فنان هو قريدي مشهور وعادي ما هتقولي طب حتى الاسم يعني كان ممكن تقولي أنا متزوجة كنت بقولها سامين قالي ما كنتش بقولها كنت بتقولي طبعا وعلى شاشة كنت بقول يعني أنت كل جوازاتك معلنة كأسماء أكيد أكيد طب قولي أسماءهم طالما أنت كنت قلت لأسماء قبل كده أنا بقولك أنا كنت بطلع في برامج وبقول يعني طب لو أنا قلتلك أنت تجوزتي كم مرة؟ ثلاث مرات طب قولي لي أسماءهم دي الرابع ولا دي الرابعة مش الخمسة لا الرابعة أنا وأنا بدور في السرش التاعي يعني على سماية الخشاب ظهر لي أنت تجوزتي أربع مرات وأن أحمد سعد هو الخامس الخمسة فش العدو يعني ده صح ولا لا صح حيلي أربعة أربعة أسماءهم مين؟ أنا دلوقتي متجوزة متجوزة إنسان أنا بحبه جدا أكيد أكيد كل حاجة فأنا ما بكلمش عن الماضي الماضي ده انتهى خلاص ما يفعش أقول اسم حد خلاص تخلص من حياتي أنت عارفة أن أنت في مرة قبل كده عشان أنت ما بتقوليش أسماء لا بقول أسماء بس ما ينفعش أن أنا خلاص أنا دلوقتي يعني أنا روزة يعني أنت في أحد البرامج احتديتي على الموزيعة بسبب أن هي قالت لك اسم لا لا ده برنامج وقلت وقلت قلت إن الإسم ده لأ لأنه لأ بزيكات إشاعة سمحتي للناس إنهم ينسبو لك أسماء مش صح لا أسمح لي ما أنا كنت بكذب يعني مثلا جوزوني لرؤساء جوزوني لوزراء جوزوني لمشاهير كتير جدا أوكي جوزوني ما سبوش حد لما جوزوني له أوكي ده مش مظبوط إشعاعات فكنت بطلع أقول لأ ده كذب أنا معاكي بس لو أنت قلت أنا متزوجة من فلاني لفلاني أنا قلتها ما كنتش متجوزة خلاص مش هيقوله أي اسم لا لا قلتها ما كنتش متجوزة وقاله متجوزة حد مشهور جدا معروف في الميديا وكذا وده مش حقيقي ولا حسن أعرف شكله إيه فأنا قلت لها مدتني ورقة زي دول قلت لها ضحكت قلت لها لأ دي إشعاع خد يقولي اسمتي لأ قولي إنتي اسمه قلت لها عليك أي قضية مثلا إحنا يمكن ده ظهر الجمهور أن ما حصلش مشادة والموضوع اتلام لكن المعلوماتنا بتقول أن أنت بعد ما خرجتي من الحلقة حصل مشاكل ومشادة كبيرة لا بالعاكد أنا شفتها وريب وسلمنا على بعض لا أنا بتكلم وقت تصوير الحلقة أبدا لا على فكرة كل الناس تخانقت معيها بس لأنه هي كان وما كانت بطريقتها يعني شفنهاش قبل كده الحقيقة جدا غريبة جدا مفيش حد ما تخانقش معها ففيش حد مرمش المايك وقام مشي وحيات كده أنت الفترة دي ما كنتيش متزوجة ولا كنت متزوجة من رجل خليجي بس ما قلتيش اسمه لا 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 طب أنت تزوجتي من رجل خليجي ما خلاص بقى يعني هو إحنا هنوعد نتكلم على تزوجتي لا السؤال بس للمعلومات للمعلومات هل أنت تجوزتي رجل خليجي من ضمن جوازاتك ولا ده ما حصلش لا قلت حصل أنا حتكسف ليه